السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحباتي في اللامتابعين قناة تفسير الأحلام مع رانيا تفسيرنا النهاردة هيكون عن رؤية القاقة في المنام القاقة هي نوع من أنواع الفاكهة الصيفية ولها العديد من الدلالات في المنام فقد تدل رؤيتها على الخير كذلك تدل على العمل الجديد أو الحصول على وظيفة تدل رؤية القاقة على المستقبل المشرك للرأي والمزدهر وتدل على الخير في حالاتها التازجة في المنام أما إذا كان طعمها سيء فتدل على فعل واتخاذ القرارات الخطيئة في حياة الرأي بيع أو شراء القاقة في المنام تدل على الربح الحلال القليل من خلال القيام بالعمل في التجارة والله أعلم أما إذا كانت في صندوق فتدل على صلة الرحم ثم القيام بزيارات للعائلة رؤية قاقة مطبوخة في المنام تدل على التغير الإيجابي من قبل الرأي والحياة بشكل أفضل له وعند رؤية العديد والكثير من سمار القاقة دليل على تحسن الحالة المادية والدخل الدائم وكذلك الرزق الكثير رؤية الفقير القاقة فتدل على حصوله على الخير والرزق من خلال العمل في حياته شراء القاقة تدل على التعب وبزل المجهود مقابر راتب وأجر قليل تدل رؤية القاقة للعزباء على الارتباط خلال فترة قريبة ويسرى قلبها أما إذا كانت المرأة متزوجة فتدل القاقة في منمها على الشعور بالاستقرار في الحياة الأسرية مع الشريك والسعادة والهناء تعد القاقة من الفاكهة الطيبة والتي تدل على الخير ثم تدل على سلامة الأم والجنين من السقم إذا كانت حامل وتدل القاقة للحامل على اقتراب موعد الولادة وستكون سهلة وميسرة وولادتها لما تتمنى من الزرية الصالحة التي تصر قلبها تفسير رؤية القاقة في المنام للمطلقة رؤية المطلقة وهي تأكل الفاكهة من طبق ممتلئ تدل على الشعور بالأمان وخاصة لو كانت ترتجف أو مهمومة يبدلها الله فرح وسرور كما تشير المنام لانتهاء الأزمات والخلافات والمشاكل من حياتها وتشعر بالراحة والهدوء إذا رأت أن زوجها السابق هو من يقوم بإعطاءها سمار القاقة فذلك دلال على العناية من الزوج والاهتمام به والحصول على العديد من الخير والرزق وتحسن في الحالة المالية والرفاهية تفسير رؤية القاقة في منام المتزوج والأعزب القاقة للأعزب تدل على تحسن في الحالة النفسية للشخص الرأي كما تدل القاقة على الزواج والارتباط من فتاة صالحة وعلى خلق أما إذا رأى الرجل العديد من سمار القاقة الفاسدة في المنام تدل على التعرض لخسارة مالية كبيرة وسوء الحالة النفسية للرأي أما عند رؤية رجل فقير للقاقة تدل على الربح من العمل الحلال والتوسع في الرزق تدل القاقة على تعويض من الخالق للرأي في حياته المقدرة على اتخاذ القرارات الصحيحة في حياته تفسير رؤية القاقة للعزباء تدل الرؤية على تحقيق الأمنيات للعزباء ثم الارتباط من رجل صالح أما إذا رأت نفسها تتناول الفاسدة منها فذلك دليل على الشعور بالحزن والهم والتعرض للعقبات رؤية القاقة المتجمدة في المنام تدل على كنز الأموال للرأي من خلال البنك أو خزانة رؤية القاقة المتعفنة في المنام تدل على الحقدة وحملة القراهية وكذلك على الحسد من خلال بعض الأفراد للفتاة وإلى هنا تنتهي حلقاتنا ونلقاكم في تفسيرا جديد فلا تنسوا دعمنا دائما بالإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم دائما كل ما هو جديد لنا إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته